اعلن سعادة المهندس احمد عبدالعزيز الخياط الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني عن اطلاق الدليل الاسترشادي للتعمير في المناطق الاثرية والتراثية بالتنسيق مع الجهات المعنية واشار الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني لان الدليل الاسترشادي وضع وفق استراتيجية شاملة تحفظ الهوية التاريخية والثقافية لمدن مملكة البحرين وتعكس ثراء الحضارة البحرينية العريقة الممتدة على مدى الاجيال كما اوضح بان الدليل قائم على عدد من الاسس المستخلصة من التاريخ العمراني لمدينة المحرق وذلك من اجل الحفاظ على نسيج التراث العمراني والسياق التاريخي والهوية في هذه المدينة العريقة واضاف الخياط بان الدليل يضم الضوابط التصميمية للتعمير في المناطق الاثرية والتراثية كما ضم الدليل الضوابط التصميمية لواجهات المباني إذ تم وضع معايير تنظم تصميم واجهات المباني في مدينة المحرق والمتعلقة بالعناصر المعمارية كالنوافذ والأبواب والألوان والمواد المستخدمة بالإضافة إلى الإعلانات التجارية